السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المتدول في السوشيال الماديا وفي الإعلام حدثة بلوجر سارة بلوجر سارة دي بنت شابة صغيرة خرجت مع خطبها وهم راجعين بالليل والطريق ساكت بس لقوا عربية وقفت وطلع منها والناس اللي فيها طلعوا أسلحة نارية وعادوا يضربوهم يضربوا ويصوبوا الأسلحة النارية على العربية اللي هم راجبينها طبعا أصابهم أصابهم الزعل والخوف من الموقف وكان وكان النصيب الأكبر من من الرصاصات جات في في سارة في رس سارة ولكن ربنا نجاها وأنقذها وكتب لها عمر جديد وكتب لها عمر جديد وبعد وبعدين بعد كده بس لقوا بعد ما ضربوا النار العربية هيربيت العربية بتاعت الناس اللي هم اللي سلسل هيربيت فخطبها أخدها ودها المستشفى بتقول أنا محسدش بنفسي اللي أنا فيه فيه المستشفى والمستشفى طبعا عملت لها الإسعافات الأولية واتصل بأهلها قلس أهلها جم والمستشفى عملت لها كل الإسعافات المطلوب الإسعافات المطلوب لكن اللي مأثر في 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 سارة وفي نفسيتها إن خطبها اللي هو كان معها ساعة وقت وقت حدوث الحدثة إنه هو ما بيجيش ولا بيتطمن عليه ما بيجيش زرها ولا يتطمن عليه ف والمزيعة ريهام سعيد عملت حديث معها مبارح وراحت زرطها وتتطمن عليها حتى إنها تعرف تتم الموضوع اللي تم في الموضوع كله وتوصلوا إن الشرطة بمجهودها العظيم تم الأبضاء على اللصوص اللي هم كانوا في العربية دول خلال ساعات من وقوع الحدث وهم دوقتي في في مركز الشرطة في مركز الشرطة وبعدين ريهام سعيد قاعدت تبص فيها الطمقنينة وإن أنت اتطمني وإن شاء الله خطيبك ده حيكون لأسبابه اللي هو ما جاش يتطمن عليك وإن أنت إن شاء الله ربنا حيش فيك وأنا حتنيني وقفة معاك لغاية ما أتطمن عليك ويتم شفائك على خير وطلبت من الناس من الجمهور كله إن يدعي لها إن ربنا يشفيها شفاء لا يعقبه سقم إن ربنا يشفيها شفاء شفاء تام وتعود وتعود لعملها وتعود وتعود لحياتها مرة تانية في أحسن حال وبعدين بالحديث مع 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 أبوها وأبو سر وأمها اتضح إن هم الخطيب بييجي عشان يتطمن على يتطمن على سر وإنه لكن أبوه أبوها وأمها يعني ما أمش ما رجلش يدخلوا لها ولا يقولوا إن أنت عايز تخش تتطمن عليها لازم تكون كتب كتابك كتب كتابك لكن ما ينفعش إن أنت تبقى خطبها وتخش معاها في الأوض فالنوم خلص يعني نستنى شوية قبل ما الأمور تتحسن أو الأوضاع تتحسن أحسن من كده وبعدين نكتب الكتاب قالوا له لازم تكتب الكتاب عشان تسمح لك إن أنت تخش في الأوض وتطمن عليها فوافق العريس خطبها وافق قال لهم أنا سر ديت يعني دي خطبتي وأنا اللي اخترتها وفيه بيننا وبين بعض قصة حب يعني تربطنا تربطنا مع بعض وأنا ما قدرتش أستغنى عنها وبعدين تتاني يوم إرهام سعيد يعني جابت الدكتور جابت الدكتور والدكتور ده وتقعد دكتور عيون عمل الكشفات المطلوبة وعمل إشعاعات المطلوبة حتى يقدر يعني يكون صورة صورة عن الوضع كله وقال لها إن شاء الله كل شيء لها علاق وكل شيء تبقى الأمور ترجع لوضاعات طبيعية بس هتاخد وقت وياكب إن نحن نزبر لأن الحاجات دي الصبر فيها عليه نسبة كبيرة من نجاح العمليات الصبر عليه نسبة كبيرة من نجاح والاستعجال بمجيش وراء غير الحصارة فإحنا نزبر ونعمل العمليات في الوقت اللي إحنا نشوفه مناسب وبعدين ما نحملش هم العمليات أو إن حصلت حادثة أو كذا من الحالة يعني الروح المعنوية والحالة المعنوية بتاعت المريض عليها نسبة جميلة جدا من الشفاء ربنا يشفيها يا رب ربه وإن شاء الله ربنا هيشفيها وفيه ناس كتير حصل قدر السقمة يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد وعلا إله إلا الله والأدار بتاع الظهر بيأزن وإحنا وأنا بسجل الفيديو يعني بشرة خير إن شاء الله ربنا هيشفيها ويعافيها وترجع وترجع لشغلها وترجع لأصدقائها وكل محبيها مرة تانية كل بيدعولها بالشفاء وخطبها بيدعولها بالشفاء ويقول أن أنا ما أقدرش أستغنى عنها وأن هي دي خطبتي وحبيبتي وما أقدرش أستغنى عنها أبدا ربنا يشفيها ويعافيها يا رب يجيب لها ساعة فرج يا رب ببركة هذه الأيام المفترجة والشهر الكريم ربنا يشفيها يا رب وكل شيء مقدر الإنسان ما فيش في إيده حاجة يحملها وما فيش في إيده حاجة يغيرها ما عندوش غير الدعاء إن ربنا يخفف عنها ويتم شفاء على خير ويتم شفاء على خير ويجب أنها تؤمن إن كل شيء قضاء وقدر وإن تبقى حالتها المعنوية مرتفعة وإن هي ما تزعلش من أي حد وفقنا الله جميعا لما يحب ويردى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر